كلمت حد في يوم بريكتلوا بعد الفوز الأخير نادي القليل بطولة الأفريقية؟ والله أنا كنت لا لا أنا عشان ما بقاش كذاب وكده أنا ما حصلش هيزعله منك؟ هيزعله منك؟ هيزعله مني بس هو ما حدش يتصل هناني بالدوري مثلاً أو هناني بالكاس فعلاً هي قصديم نفسها لا لا دي من نفسها عارفك أنا كنت بسا للسؤال ده ليه؟ إنه أنا عارف إن أنتوا كأصدقاء مبروك يا حزم مبروك يا كهراء مبروك يا حسين يعني كأصدقاء على الملأ وكده لو أنت بسا بريكت هنا وبريكتها يقول لك إيه الحق ده بيحبش إزا ما بحبشها لكن إنتوا كأصدقاء أنا عارف أنتوا ممكن تخلقوا مع بعض ممكن تتعاشوا مع بعض ممكن تبريكوا البعض دي عادي صح؟ بتحصل آه ما بقاش فيه طبعاً الشادة للجماهير بتبقى فاكرها في الملعب دي دي بتبقى عكسها تمام برا الملعب بس الفترة الأخيرة دي ما كنتش بتواصل مع حد منهم كثير لأن أنا كنت الفترة دي كنت مركز وهم طبعاً عن دهم مطشط مهمة وكان فيه كاس عالم الأندية وأفريقيا وكده فهم كان اليوم يعني عزرهم من كل يوم كانوا مركزين وأنا كان نفس الحكاية كان حاجة دي ده علي أن أنا أخش في موضوع التدريب دوت فكل واحد كان يعني متاعي كنت مقدر الصعوبة اللي كان فيها الأهلي قدامي الوداة على الملعب انت لعي بتاع الملعب ده وسط الجماهير دي أنا ما كنتش توقع عن النادي اللي هيكسب النادي اللي هياخد بطولة بصراحة أندية المغرب عموماً لا المغرب عموماً يعني ونادي الترجي يمكن شوية بس النادي الترجي بقاله فترة ما عملش الجيل من الفرق اللي هي كانت تقيلة جداً عندنا الترجي يعني أنا دلوقتي هركز في المغرب لأن المغرب هم عندهم الرجاء والوداد بقالهم فترة كبيرة عارفين يبنوا قوام قوام كبير جداً لأن النادي الأهلي دايماً اللاعب تحت عنده أسرار وروح كبيرة جداً حتى الجمهور ما بيقس فدي كانت دي دا دين بيدي كوة اللاعبه فأنا ما كنتش متوقع بصراحة النادي اللي هي رجع بالبطول اشتركوا في القناة